في ظل رفض وتحذير روسيا لمساعي السويد وفنلندا لانضمام لحلف الناتو يزور رئيس الوزراء البريطاني الدولتين ويوقع معهما اتفاقيات أملية الخطوة البريطانية ووفقاً لجونسون لا تلغي دعم بريطانيا الثابت لحلف الناتو في الترحيب بالأعضاء الجدد على حد قوله مضيفاً أن الحلف لا يشكل تهديداً لأي جهة ويسعى البلدان لسكندنافيان إلى الحصول على ضمانات بتقديم الحماية من أعضاء الحلف خلال الفترة الانتقالية بين تقديم الطلب والحصول على العضوية الكاملة فيما من المقرر بالأيام القادمة أن تتخلى هيلسينكي وستوك هولم عن عقود من عدم الانحياز العسكري والانضمام للناتو فلندا والمملكة المتحدة أصدقاء رائعون وشركاء وأمنيون قوياء وقعنا بيان مشتركاً وسنقف معاً وندعم بعضنا البعض في أي ضرف من الظروف سواء الجيدة والسيئة كما أننا نقوم بتعميق التعاون في مجال الدفاع والتهديدات الأمنية الحارجة رئيسة وزراء السويد مكدالينا أندرسون أعلنت أن بلدها هي الأخرى أبرمت اتفاق دفاع وحماية متبادلة مع بريطانيا في حال وقوع أي عدوان إذا تعرض أي من البلدين لكارثة أو هجوم فإن المملكة المتحدة والسويد ستساعدان بعضهما البعض بطرق متنوعة وسيقدم الدعم بناء على طلب البلد المتضرر وقد يشمل موارد عسكرية وبموجب الاتفاقات تلتزم بريطانيا بدعم القوات المسلحة لكل من السويد وفنلندا في حالة التعرض الهجوم كما تكثف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع البلدين الإعلان الأمني والرسمي الذي وقعناه يضمن أن بلدين يمكنهما تكثيف شراكتهم ونقلها إلى مستويات لا مثيل لها من أقصى الشمال إلى دول البلطيق وبعدها ستقوم قواتنا المسلحة بالتدريب والعمل والتمرين معا والجمع بين قدرتنا الدفاعية والأمنية وإطفاء الطبيع الرسمي على التعهد بأننا سنأتي دائما لمساعدة بعضنا البعض ووفقا لجونسون فإن هذه الاتفاقيات هي التزام طويل الأمد لتعزيز العلاقات العسكرية والاستقرار العالمي وتحصين دفاعات أوروبا لأجيال قادمة خاصة بعد تغير المشهد وبدء فصل جديد في القارة العجوز جراء الأزمة الأوكرانية اشتركوا في القناة